انت مخيرة مسيرة يعني هذا الموضوع يعني الحديث عنه اتمنى لو كان في وقت واسع لكن انا اقول لك انت مخيرة مسيرة ايش معنى مخيرة مسيرة والله اذا قلت يعني هل لا طلب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من تروا ونجينه وامانته فزوجوه إلا تفعله اذا لابد ابحث عن اهل الدين والامانة والصلاح والاستقامة والفضل وإلا كل من طرق الباب قلنا تفضل لا اذا وبعدين انت بعد ان تبذلي جهدك واهلك وولي امرك يبحث عن هذا الرجل الذي فيه دين وامانة وخوف من الله ومروء وفضل وكذا وتستخيل الله وبعد ذلك تقدمي نقول هذا هو اختيار الله لك وما تشاءون الا ان يشاء الله بعض الناس يقول هل انا مسير مخير يا اخي انت باختصار كما يقول اهل العلم لو كنت تقود سيارتك في طريق جبلي من يقود السيارة انت لكنك تقودها وفق هذا الطريق الذي لو استطع لو ذهبت يا صار صدمت في الجبل ولو ذهبت يا مي سقطت في الوادي فانت نعم تحركها لكنك في ظل هذا ما من شك يعني ان الانسان يعني الله يريد به الخير والله سيسيره اليه وخاصة اذا فوض امره لله عز وجل وتلمس شرع الله في كل باب من الابواب بارك الله فيكم اخي يونس اعجبوا في طريق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة